استمراراً لهجمتها الشريصة ضد أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقرران تناقش ما تسمى لجنة الوزرية الإسرائيلية للتشريع الأحد المقبل اقتراح قانوناً تقدم به وزير الجيش الاحتلال بيكدور لبرمن ينص على نهب مخصصات ذو الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وذلك من خلال خصمها من أموال الضرائب وتحويلها إلى صندوق خاص لتعويض قتل العمليات الإسرائيليين فهذا مشروع القانون غير قانوني واحتلالي وهو يريد أن يسبغ المقاتلين أو المناضلين الفلسطينيين بصبغة الإرهاب بهدف قطع المعاشات عنهم وهذه ليس فقط لقطع المعاشات بل لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها وترعيبهم وتخويفهم هذا إجراء ستكون به سلطات الاحتلال والأسف الشديد هذا المشروع القانون أو المناقشة هي غير شرعية وغير قانونية ويجب أن لا تكون في شعب يمارس حقه في نضاله في أراضي السبع وستين المقترح والذي كان تحت عنوان خصم رواتب المخربين تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لتحقيق ثلاثة أهداف وهي إنفاذ القرارات في الدعاوة التي قدمها قتل العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين وإقامة مشاريع بذريعة تعزيز مكافحة الإرهاب وتطوير بنا تحتية مدنية كالشوارع والإنارة كما جاء في نص المقترح هذا مقترح القانون هذا هو محاولة لتشريع عملية سلب وقطع طريق ونهب أموال الفلسطينيين إسرائيل تغلف هذه الخطة خطة النهب بغلاف قانوني الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية وكل شعب يرعى أسرى ومبررات يعني لبرمن ونتنياهو هي مبررات وهي تهدف إلى نيل رضا اليمين الإسرائيلي وبحسب هذا المقترح فإنه في نهاية كل عام تعرض وزارة جيش الاحتلال المعطيات السنوية على المجلس الوزري المصغر ليتم خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب